قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان حلقة جديدة بعنوان فرح النجاح ثمار الاجتهاد وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الطالبة المتفوقة جود لأي حداد من مدرسة راهبات الوردية الاهلية في شميساني والتي حصلت في امتحانات الثانوية العامة الفرع العلمي على المرتبة السادسة على مستوى المملكة بمعدل 99.57% وقد أجرى البرنامج مع الطالبة جود بحضور والدها ووالدتها الحوار التالي فإلى هناك سركون شدة منقدرش نحنا نحكي أكتر عنك لأنك أنت معروفة بدعمك الدائم للطلبة ودعمك الدائم للمدرسة ودائما بتوفري كل سبيل لأنه توفري الأجواء المناسبة للطلبة على اساس أنهم يحصلوا على معادلات العالية وأيضا أنه تواصل مسيرة التعليم بكل ما هو مجدي ومفيد للمجتمع أيضا ورهبات الوردية معروفة منذ عدن طويل بالتزامها برقيها بأيضا نتائجها الباهرة في تعليمها وأيضا الامتيازها الدائم خرجت ألاف النساء الناجحات الرائدات في المجتمعات أينما وجدنا طالبات رهبات الوردية مميزات في عملهم في بيوتهم في مناصبهم اللي تبوقوها وتبوقوا مناصب جدا عالية فيعطيكم العافية وألف ألف مبروك مرة تانية جود تخبرينه هلا جود أول إشي مبروك عن جد يعني ومبين الفرحة النجاح على عينيكي فخبرنا دايما بيقولوا إنه النجاح والتفوق قرار قرار من الطالب بياخده وبعدين مسيرة فأنتي تحكي لنا إنه هل تخطي هذا القرار من البداية أم أنت كنت متفوقة منذ يعني عهدك بالمدرسة لا أهلا أنا دايما يعني كنت كل سنة على سنة أكيد بطور من حالي وبوصل لهذا التفوق بس أكيد يعني بسنة التوجيهة أخذت قرار التفوق لأنه يعني دائما الواحد بيحس إنه هاي السنة سنة مصيرية نعم وبيحط أمامه مجموعة من الأهداف الضغط لذلك كان في حافز كتير كبير إلي واللي هو إنه كيف الواحد ممكن يشكر أهله بعد مسيرة 12 سنة من تعبهم عليه وتدريسهم وإلى آخره فوجدت إنه هاي هي الطريقة اللي ممكن أنا أقدم كلمة شكر لأهلي على كل جهودهم أكيد يعني إضافة لذلك شكر للمدرسة ولا تدريسهم مش على مصار سنة وسنتين على مصار السنوات هاي كاملة وأكيد يعني الهدف الواحد بيحطه أمامه اللي هي لمسيرة العمل ومسيرة الدراسة الجامعية فهذا كله بيدعم الواحد وبيشجعه وبيحفظه إنه يتفوق ويعني يوصل لهذا النجاح جود وقت كورونا لما صارت الجائحة وقعدتوا في البيوت وصار التعليم أونلاين تحكي لي كيف يعني كنت أنت تابعة أونلاين ولا وفرت لكم المدرسة تعليم خارجي مثلا هل استعنتي بمدرسين خصوصيين كيف كان أسلوب التعليم خلال فترة كورونا يعني الكورونا بصراحة غيرت كثير شغلات علينا خصوصي بسنة التوجيه لما الواحد سنة مصرية وتسكر كل الدنيا بوجهة يعني بحس خصوصي في فترة كانت إنه يعني وسيلة النقل المحدودة إلى آخرها عشان الوقاية فهذا الأكيد شيء أثر على الطلاب بس نحنا كمدرسة رهبات الورديش ميثاني عندنا كنا منصة تفاعلية من البداية يعني محاضرين حالنا من فترة الصيف قبل بدء العام دراسي الرسمي حسب ما بتحدده يعني الوزارة كنا محددين المنصة اللي نشتغل عليها هي منصة تفاعلية يعني الأستاذ بيكون على لابتوب كل طالبة برضو على لابتوب وبيعطي الحصة بنفس وقت نحن بنكون معا ميقدر نسأله إلى آخره بيكتب على بورد يعني بيقدر يعرض صور بوربوينت حسب يعني هو الأستاذ شو مرتب فكمادة تعليمية إنه تعطى ما حسينا في فرق لكن وين الفرق بيكون وجود الطالب بالصف تفاعله مع الأستاذ لما الموضوع يكون وجاهي يختلف عن أنه أنت أمام شاشة حاسوب لنما بدنا كمان يعني ننسى أنه مش كل الطلاب توفر لهم منصات تفاعلية يعني في منصات كانت بس حصص مسجلة فهذا برضو كمان كان يعني شكل عبق أكبر على الطلاب بس الحمد لله أنا يعني كمدرسة ما حسيت كتير في فرق بالتعليم أضاف أنه أهلي كمان يعني كانوا جاهزين لأي إشي يقدموا ليها بهذه السنة يعني الحمد لله مثلا يعني بابا ما حسسني بأي فرق بهذه السنة رغم كل الظروف اللي كنا عايشينها بالمجتمع بره داخل البيت كانوا يؤمنوا للجو التام أنه هاي السنة سنة اعتيادية زي هذه أي سنة وكل شي كان بدي إياك كان يتوفر لي الحمد لله يعني سترانيا أنت كنت كيف كنت تقضي يومك معاها؟ أنت بتشتغلي؟ نعم أنا بشتغل مدرسة وهي زي ما بتأخذ حصصها بالأونلاين أنا بنفس الوقت كنت أعطي حصص أونلاين فهذا الوقت ما كان والكل عندي أولادي بالبيت بنتي كل كل بأخذ قاعدين حصصهم أونلاين بالفترة اللي هي بعد ما تخلص حصصها أكيد كنا نوفر جو الهدوء الدعم النفسي الدعم المعنوي كلياته فدايما أي شي طلباتها إحنا موجودين حوليها جود كتير كانت تهتم جدا للوقت ما كانت تأخذ الفترة يعني فترة الراحة بالنسبة لها هي فترة إنها تزيد من معلوماتها تزيد من خبرتها أكتر بالحقل للتعليم فإحنا حتى على مستوى كاستل ماي كانت توفصلها لجموع للمكان اللي هي قاعدة فيه يعني هذا الأهل لما بيضحوا كمان مع أولادهم لما نقول التوجيهي بالبيت كله يعني الكل عم بيقدم كل جيد هذا شي صحيح اللي عم بيصير بالضبط يعني الكل أخوانها ما أصروا معاها يعني دايما دعمينها أختها أنا أبوها كلنا موجودين دايما ندعمها سواء كان بالحكي أو سواء كان فعلا يعني أنا الألارم إلا كنت بالبيت من برك هذا نعم أني أعتز وأفتخر أنه بناتي وولادي كمان أنا مدرست رحبات الوردية جبل عمان نعم أنه أولادي تخرجوا من هذه الصرح التعليمي اللي نحن نحتز ونفتخر به على مستوى المملكة الوردينية لهاشمي نعم وهو قدم كوادر للبلد خير تشير نعم صدقا أنه المدرسة خجلتنا بتعاونها خجلتنا بوقت الامتحانات السستر تكون مع الطالبات من الصبح ترفع معنوياتهم تحفزهم بعد الامتحان ترد تحكي معهم معلمينهم متواجدين عباب القاعات متلح فين أكثر من الأهالي ما هم متلح فين نعم فهذا كان عام لنا كمان حمل علينا وعلى طلابنا يعني على الطلاب أنه بدهم تجيبوا كمان نتائج اللي يقدموا للمدرسة إشيء زي ما المدرسة قدمت لهم نعم فهاي المدرسة عظيم الشكر والإمتنان لكل كوادر من السستر للهيئة التدريسية للإداريين للعمال مدرسة جدية الصادقة تعطي المعلومة بصدق والرهبات من الجديات بطبيعة